بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور حمز السيوف استشارة عصابة دماغ أطفال اليوم بالفيديو القصير هجاوب على أسئلة كثير مهمة بتأتيني من الأهالي وأنا كتبتم صراحة حتى تكون الرسالة واضحة ما هي أهم الأسئلة من الأهل خاصة عن الأدوية؟ أول سؤال هل تسبب هذه الأدوية الإدمان؟ دائما نحكي هاي الأدوية لا تسبب الإدمان أبدا وزي ما طلعنا فيها ننزل فيها والأطفال اللي بشفوا أو نغير لهم الدواء نسحب الدواء تدريجيا ولكن أي دواء يذهب إلى الجهاز المركز العصبي يجب أن نقوم بسحبه تدريجيا ولا يجب إيقافه فجأة إدمان ما تسبب الإدمان؟ السحب يكون تدريجي طيب ما هي الأعراض الجانبية المستقبلية؟ من هل خلال العشرة أو خمسة عشر سنة شغلنا مع التوحد واستخدام هذه الأدوية؟ عادة ما بتسبب أي أعراض جانبية مستقبلية للأطفال بل بالعكس تحسن من ربط الدوائر الكهربائية مما يزيد التركيز ويزيد الفهم والاستيعاب والتواصل هذا منشور في أبحاثنا ومنشور في أبحاث أخرى دكتور هل سيبقى عليها كل عمره؟ طبعا لا نحن نأمل من الله أن الطفل يستجيب وتتحسن حالته بشدة في عم مدة أقلها سنة وأقصاها خمس سنين بعد خمس سنين من الدواء عادة نحاول نسحب الأدوية ويكون الطفل وصل لمرحلة سواء الشفاء أو عدم الشفاء الكلي ولكن بعد الخمس سنين نحن لا نحط الطفل عليه أكثر من خمس سنين يعني الطفل ما رح يبقى عليها بقية أولا شو الأعراض الجانبية؟ أهم الأعراض الجانبية اللي بنشوفها اللي هي نعاس فتح شهية أحيانا يكون عندهم ترويل وأحيانا يكون عندهم إمساك أو تعكير مزاج بحيث أن الدواء ما يناسبه فنضطر إن غيره كم يستمر العلاج؟ نحن قلنا أمدة أقلها سنة وأقصاها خمس سنين من العلاج وقد تتخلى لهذه الفترة تغيير دواء أو إضافة دواء أو تنزيل دواء أو تغيير دواء وتذكروا دائما أنه بالمجمل العام 50% لستجيبه و40% ل50% ما يستجيبه على الأدوية هل نحن نجرب بالأدوية؟ طبعا هذا أنا سبق وجاوبته بفيديو نشرتم بارح نحن لا نجرب بالأدوية هذه الأدوية جميحة معمول عليها الدرسات والدرسات مثبتة أنها تساعد مثلا فيزييات التركيز تقليل الحركة، تقليل الشراسة، تقليل العصبية ولكن نحن دائما نكون في رحلة لإيجاد الدواء المناسب للطفل المناسب، بالجرعة المناسبة، وبالتركيبة المناسبة وهذا لا يعتبر تجريب لأنه هذا ينطبق المبدأ العام على جميع العلاجات في المجال الطبي وجميع التخصصات حتى في تخصصات القلب والحساسية يجب أن تجد الدواء المناسب للإنسان المناسب لأنه دائما وأبدا استجابة الناس على الأدوية تأخذ من شخص لشخص سلام عليكم